هو فعلا وسيلة تطورات متلاحقة وجبهات جديدة نسمع عنها وربما عامل المفاجأة كان أبرز ما يميز ما حدث خلال 48 ساعة الماضية نحن نتحدث عن تحرك للمعارضة السورية المسلحة وذلك عبر جبهات متعددة كانت تحرك باتجاه الأجزاء الغربية من حلب وهذا كمحور أول ربما المحور الثاني هو انطلاقا من ريف إدلب الجنوبي والشرقي باتجاه سراقب وتحدث مرسلون أيضا عن تقدم لقوات المعارضة باتجاه معارض النعمان وإعلان أيضا عن سيطرة على مطار أبو الظهور هذا تطور لافت ولعل المحور الآخر وأشر إليه مرسلون أيضا هو المحور الشمالي المحور الريف حلب الشمالي وتحرك لقوات المعارضة باتجاه مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لو ذهبنا ربما إلى التطور وسط حلب وهو التطور الباريس قولا بأن الانطلاق كانت باتجاه المناطق الشرقية وتحديدا مناطق الغربية عفوا من حلب وتحديدا مناطق قلعة حلب وسط حلب حلب الجديدة حيث تم السيطرة وفق قوات المعارضة على بقار القلية العسكرية وأيضا كلية للمدفعية ولكن اللفت أيضا هو حديث المعارضة عن اجتباكات خادتها في مناطق الشيخ مقصود والأشرفية إلى الشمال من مدينة حلب وهي مناطق عادة ما تكون تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لكن اللفت في هذه التطورات هو هذا التحرك على هذا المحور الغربي ووسط مدينة حلب وتموقع على مستوى لكن إلى الشمال من مدينة حلب وبعد أن وقعت اجتباكات على مستوى هذا المحور الثلاثي نحن نتحدث عن حيان وحريتان وعندان كانت هناك اجتباكات خادتها المعارضة ولكن أعلنت لاحقا عن تمكنها من السيطرة على هذه المواقع التي تأتي إلى الشمال من مدينة حلب تطور اللفت ربما يسبح لها بالتحرك في اتجاه المناطق الشمالية من مدينة حلب لو ذهبنا إلى المناطق الأخرى والجبهة الأخرى المميزة ولعلني أتحدث هنا عن سراقب حينما نتحدث عن سراقب نتحدث عن هذا المحور سراقب التي كما نشاهد سراقب التي تتوسط هذا المحور الطريق الدولي أم أربعة أم خمسة والطريق الدولي أم أربعة حينما نتحدث عن الطريق الدولي أم فايف أو أم خمسة فهو الذي يربط كما نلاحظ في الخريطة يربط حلب بالمراطق الجنوبية وتحديدا حينما نتحدث عن حلب مرورا بسراقب فهذا الطريق الدولي يمر عبر أبرز المدن وبالتالي هو طريق إمداد حسب مراسلين قوات المعارضة تمكنت من التقدم نحو هذه المناطق وتتقدم نحو معارض النعمان مما يعني بأنها تحاول تمديد سيطرتها على مناطق جديدة وبالتالي لو قسناها من معارض النعمان تقريبا إلى حلب نحن نتحدث عن نحو 90 كم بدأت قوات المعارضة تسيطر عليها وفق تصريحاتها بينما تتقدم أيضا كما قلت على مستوى المحور الشمالي من الباب إذن جبهات متعددة وزارة الدفاع السورية تقر وتقول بأن أجزاء واسعة دخلتها قوات المعارضة وتعدد جبهات الاجتباك يدفع القوات لإعادة الانتشار والتحذير كما قالت لهجوم مضاد إذن تطورت لافتة على أكثر من جبهة وسيلة